و هذه عودة معكم مرة أخرى مشاهدين الكرام و فقرة الاجتماعية في حلقة النهاردة فقرة مهمة جدا كل حاجة في الحياة بتبتدي بفكرة لكن اللي بيعزز الفكرة في الحياة هي روح المبادرة عشان نعمل الفكرة دي وعشان نحقها عشان كده النهاردة معانا موضوع مهم جدا عن مبادرة تبني مصابي الكورونا والموضوع ده يعني تم من خلال مبادرة الدكتور رنا على الروبي اللي منورانا النهاردة ومشرفانا صباح الخير يا دكتور صباح الفول إزاي يا حضرتك الحمد لله أهلا وسهلا بيك طبع عشان نخشف الموضوع على طوله نستغل الوقت للوقت بيطير على إزاي حصلت فكرة المبادرة دي أو إيه هي المبادرة دي بالظبط الفكرة كلها جتنا بالظبط بعد العيد الصغير تمام لما لقينا الناس كتير حوالينا ابتدوا يتصابوا فحسينا أن الناس عجزة في بيوتها مش قادرة تنزل بالذات أن إيه ابتدى يبقى فيه عزل منزلي يعني اللي يتصاب طالما الأعراض مش مستدعية أنه هو يتعزل في المستشفى بقوا بيعزلوا نفسهم في البيت والفكرة كلها أن البيت كله بقى بيتصاب تمام ابتدى من الدائرة اللي حوالينا لأ مثلا نعرف حد هنا أو هنا ابتدنا لأ إحنا عزل نساعدهم نحاول نوفر لهم إيه حتى الغزاء بتاع اليوم التغذية بتاع اليوم الموضوع ابتدى معنا بخمس شنط غزائية فيها فكهة وغدار وأكل ناشف مواد جافة كلها مش مطبوخ لا مش مطبوخ ابتدت المبادرة بأول خمس شنط مش مطبوخ تمام ايه تمام بعدين ابتدنا بقى لقينا لأ الناس تعبانة أوي مجهدة أوي هي مش قادرة حتى تخدم نفسها فبتدنا نفكر لأ إحنا لازم نعمل لهم أكل مطبوخ صحي طبعا عشان صحتهم ابتدنا ناخد بنا من النقطة دي ونوده لهم كل يوم الموضوع ابتدى مش عايز أقولك بتلاتين واجبة يعني ابتدنا في دايرة كده أنا وصحابي طب هنعقف هنا فلان هنا في أي حتة ابتدى الموضوع ده في الفيوم في الفيوم تحددتك من الفيوم يا أهلا واسهلا أهلا بحضراتك طيب حكم انشغالك وكون طبيبة أسنان إزاي بتقدر تيوفقي ما بين الشغل وما بين العمل في المبادرة دي عشان دي بتاخد الشغل ووقت كتير للتحضير وكمان ووقت كتير للزياب للناس الفكرة كلها أن أصلا الفترة دي تقريبا أغلبنا كنا خلاص مششغالين كله عزل منزلي الناس بنشتغل بس الحالات الطوارئ بس فكان قريدي شغلي في الفترة دي أصلا محدود جدا على قد الحالات مثلا التعبنة أو الطوارئ بس فكان عندي وقت كبير فاضي وكنت يعني فعلا عايز أساعد الناس كنت متضايا قوي أن لما حد بيعرف أن في حد مصاب كانوا بيتجنبوه خالص حتى التليفون محدش بيرفعوا عليهم فكان لا كنت عايز أقدم لهم بعض من الدعم النفسي شوية خصوصا الموضوع ده بيفرق جدا كان نوع من الفوبيا لما نشوف حد عنده كورونا بيبقى عدنا الفوبيا سمعت كذا حالة كده حقولي مواقف فعلا دايقتني قوي فكنت لا أنا محتاجة أساعد الناس دي إحنا لازم يبقى لنا دور ونساعدهم وبتلنا نتشجع بعض بقى ونكلم صحابنا طب نجهز كذا ابتلت الفكرة عملنا جروب على الفيسبوك صغير كده قلنا هم ديف لي صحابنا لقينا الموضوع في خلال أيام بيزيد بشكل رهيب ناس كتيرة بتضاف ناس كتيرة صحاب صحابنا وصحاب صحابهم كله عايز يساعد طب إحنا كمان أنا نهاردة عامل 30 أنا نهاردة عامل 50 ابتلنا ب30 وقبة 150 300 500 لحد ما وصلنا أن احنا بقى نعمل ألف وقبة في اليوم مش بنوزع جهو الفيوم بس ده بقى كمان في الكرة اللي حولينا الفيوم فكان يعني الحمد لله إبساطة قوي حسيت أن فعلا الناس بس عايزة دفعة عايزة تشجيع عايزة تحفيز أن احنا نساعد بعض ونمقى في ظهر بعض عشان نعدي الأزمة دي على خير إن شاء الله يعني الفكرة أو تكوين الجروب نفسه ابتدى معاك عن طريق الفيسبوك ولا كلمت أول حاجة لا أنا كنت أنا وصحبتي ابتدنا بأنا وصحبتي الفكرة دي ابتدنا فيها مع بعض وفكرنا فيها طب إحنا مثلا نعرف خمس أسر هنساعدهم إن شاء الله نود لهم أكل ابتدى الموضوع كده هيتقول لقرابها أقول لصحابها لقينا ناس كتير يعني بتاعت الضف في الدائرة اللي حولينا لحد ما الموضوع تقريبا وصل للفيوم كلها وبقت الناس كلها عايزة تساهم طبعا كانوا يكلمونا طب نطبخ إيه نبتدي نقول لهم لأ يعني يخدوا بالكو الأكل ما يبقاش مسبك ما يبقاش دسم قوي نحاول نعمل شربة خضار نحفظها بطريقة معينة أكل صحي كمان مش أي أكل إحنا كنا ندخل نجوجل إيه الأكل المفيد يعني مش مقالي وحاجات لا 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 خالص كنا بننبع على الموضوع ده وبناخد بدنا وكنا بندخل بنستشير كان معنا استشاريين تغذية وده كترة بنستشيرهم إيه الأكل المفيد ليهم مفروض يأكلوا إيه فكت الموضوع مش بس وجبات مضهية لا إحنا كمان لقينا أهل الخير بتدوا بقى يجيبوا لنا عسل طب الدولهم عسل طيب مشروبات سخنة يعني من الحاجات المهمة جدا جدا جنزبيل مثلا جنزبيل واللمون والقرفة والينسون الحاجات المفيدة مناعة أه بقى في ناس معينا طب أنا هجيب لوكوا نلاقي مثلا مية علبة ينسون جاينا كنا بنوزعها يوميا ولمون اللمون مهم نلاقي الناس نفسها لما بتاعت تتشجع بتاعت تدخل نفسها تسرش إيه الحاجات المفيدة ليهم يعني لا مشاء الله لقينا مجود طيب إزاي شفت تفاعل الناس المصابين إزاي شايفوا الفكر دي يعني واحد لما حدي خبط على بابه ويحط له كرتونة ويحط له أكل جاز أعتقد حاجة ممكن واحد يدمع وده حظان والله إحنا جات لنا رسائل شكر فعلا كنا بنعاية منها يعني كدفنا في ناس بتبعت لنا إحنا من أول متعبنا محدش رفع سأل علينا إحنا محدش افتكرنا إحنا من أهلنا وقريبنا الناس محدش افتكرنا الموضوع يعني لما الناس بتاعت تتحفز بتاعت هي تدلنا على المصابين البيت ده فيه كذا أنا عندي جارتي كذا فيه ناس كذا قفين على نفسهم فإحنا حاسين إنهم ممكن يكون فيه حاجة فعشان ما يبقاش فيه إحراج ابتدوا يدلنا أرقام تلفوناتهم وإحنا بتادينا نكلمهم نديهم شوية سابورت كده ما تخافوش إحنا في ظهركوا معاكم إحنا كنا يعني بنسمع دمعهم كده يعني موضوع فرق نفسيا جدا معهم وده كان بسيطنا جدا جدا وده اللي شجع الناس طيب فيه هنا برضو هيحترني السؤال إنه إزاي قدرتوا تغيروا فكرة الخوف من المريض يعني إزاي الناس بعد ما شافتكوا ابتدت ما بتخافش يعني كان ناس عندها في بداية فوبيا لكن لما شافت المبادرة دي بتكبر إزاي قدرتوا تغيروا الفكرة دي هل عملتوا حاجة برضو من ناحية التوعية للناس؟ توعية طبعا يعني حاولنا نوعي يا جماعة إحنا مثلا محتاجين الدعم النفسي مهم جدا للمريض محتاجين دعمكو لو تعرف حد تتصل بيه محتاج حاجة أنا في ظهرك ابتدت الناس أصلا البوكسز نفسها اللي بنحط فيها الأكل بتاعت تكتب فيها نوتس دعم إحنا في ظهركو إحنا جنبكو إن شاء الله شدة وهتزول الناس نفسها بتاعت تشجع طبعا التوصيل اللي هو يعني مثلا أكتر حاجة مثلا ممكن ناس تقلق منها لأ إحنا بقينا عندنا متطوعين بنوعين كويس جدا إنت هتصل بيه ومسلا هتسيب له الأكل مثلا قدام الباب ما تتواصلش مع حد خالص أو كده إحنا بنشوف على الهوى على فكرة الأكل ومشاء الله ده أكل بتاع مطاعمي عندك شفات شفاتنا بمطاعمين لا لا الستاتب طلعوا مبدعين ما شاء الله يعني تقلقوا ومش بس الوجبة بس ده أبو أبو زيل بقولك بيحطوا معناها فكهة وينوعوا في الفكهة أنا شفت حتى تدقيب الوجبة نفسها السنديق العلم هنا في مستشفى العزل إحنا كمان الموضوع ابتدأنا نوصل للمرضى في مستشفى العزل ابتدأنا نحاول فيه ناس بتضيدوا برعولنا ببدل وكده وفيه فريق ما شاء الله برضه ودعم نفسي للناس في المستشفى لأنه طبعا بيبقوا بعيدة عن أهليهم فبيبقوا عايزين شوية دعم نفطينا برضه نحاول نجيب لهم عصاير نجيب لهم نوادرهم ما يساقع نحاول نعمل لهم support لا لا حاجة واو يعني جميلة كده وبرطة حاجة إنسانية كده طيب هنا فيه ناس كتير قوي بتنزل الشغل برغم أنه هي مصابة بكورونا عشان أنت عارفها وقع الحال المادي والضبوط المادية إزاي قدرتوا يعني تقللوا من النسبة دي أو إزاي قدرتوا تتوعوا الناس أنه ما ينزلوا الشغل بتاعه مثلا عشان ما يعديش الناس أو عشان برضه يحافظ على الصحات والصحات الناس اللي معاه الحاجة دي اكتشفنا لما كان متواصل مع ناس اكتشفنا أن هم عشان خايفين مخبين وعشان خايفين حد يعرف أن فيه ممكن ينزل عادي الشغل عادي ويتعامل عادي جدا ابتدين وعيهم وابتدين نحاسسه لأ أنت لازم تعزل نفسك خد بالك أنت ممكن لقدر الله أنت تخف أنت ممكن تعدي تحدي تاني ما يعديش منها أنت ممكن لقدر الله تعدي حد كبير مسن حد عنده أمراض مزمنة ممكن يجراله حاجة بسببك فابتدين نحاول أن معيهم شوية لازم عندهم معي لازم ما يبقاش بس نفسي أو أنا خايف أن ما حد الشعرف أن أنا غصبا عني قاقزي ناس حسناهم إحنا في ظهركوا حتى لو تعزلتوا إحنا معاكوا هنوفر لكوا لأنتوا عايزينوا كل يوم الأكلكوا هيجي كل يوم أي حاجة العلاج ما شاء الله فيه ناس بتدوا يوفروه فيه ناس برضو لها يعني رزقها على قد يومها بشغالين اليومية لا إحنا هنجب لك علاجك أكلك أنت محتاج أكتر من كده إحنا في ظهرك لو حتاجت أي حاجة لحد ما عدت تعدي حتى الفترة اللي هي المعدية وترجع بشغلك على خير طيب تمام طيب هنا برضو يعني لما تتعاملوا مع العالات المصابة إزاي تجنبتوا العدوى إزاي بتروحوا البيت فيه مصابين ومعجورين في البيت بتحطوا الأكل إزاي إيه هي الإجراءات اللي خدتوها عشان تتجنبوا العدوى طبعا كنت بنبع على المتطوعين يعني كان في معسا معنا متطوعين أنه هم لازم لابسين الماسك الماسك لابسين دبل ماسك ولابسين فيس شيلد ولابسين البلاوز ما يحاولوش يلمسوا أي حاجة ولو لمسوا أي حاجة يقلعوا ده مفروض ده يبقى حتى روتين مش بس يعني أصلاً ممكن يبقى فيه حد حولها مصابة ورا ما عرفش فده الروتين اللي مفروض يعني ready نتبعه كلنا اليومين دول الهنجل كنا بنحاول نوفر لهم مثلاً الهنجل كحول يعني وعيين شوية أن هم ما يلمسوش أي حاجة طبعاً ممنوع تماماً دخول أي بيت تماماً تماماً عند عتبة الباب عند عتبة الباب وهم الناس مقدرة جداً ومتفهمة بالتليفون احنا متطمن عليكم محتاجين أي حاجة والله كان فيها اسم مطوعين الجميلة حد يقولهم طب أنا مثلاً عايز محتاج كذا كانوا يروحوا يشتروا هالو ويحطوا هالو مع الوجبات تماماً فطار محتاج بيد محتاج طب أدوية طب كذا فكنا يعني بنحاول نوفر لهم ده عشان ما ينزلوش على قد ما نقدر تمام مضوع حد عنده يعني وسيلة في الأسانسير وهو يسحب الأسانسير كده يعني صح لا الموضوع مهم جداً وإنساني جداً وجميل جداً بتشكري عليه فعلاً لكن اللي اللي بتانتباهي برضو في الموضوع ده إنه ده بيشمل المقتدرين وغير المقتدرين ده حقيقي كانت في ناس كثيرة مثلاً بنكلمها تقولك طب لا أنا مش محتاجة أنا قادر أشتري وكذا لا حضرتك يعني اليومين دول الموضوع ملهوش علاقة بقادر أو مش قادر إحنا في ظهر بعض كلنا ما ينفعش تاكل أكل من برا أنا حاول نوفر لك أكل بيتي صحي مغزي اللي أنت عايزه كله ملهاش علاقة إحنا كلنا إخوات كلنا مفروض نسابورت بعض في ظهر بعض فما لهاش علاقة خالص الجميلة للناس دي بعد ما تعافت لأنها متشجعة أنها تساهم معانا اللي بقى بيجيب حاجات حلوة للأطفال اللي بيحاول يساهم معانا اللي بيحاول يتطوع ابتدوا هما يتطوعوا معانك في الموضوع آه يعني ما شاء الله ابتدوا هما يتطوعوا ويتحمسوا ويدلون على ناس ويجوا طب إنتم محتاجين إيه طب نقسكوا إيه طب نجيب إيه الناس اللي تعزلت بالذات اللي كاتت معزولة ومعا أطفالها ابتدوا الأطفال كاتت زهقانة جدا وملانة في الفترة دي ابتدوا يوفروا لهم ألوان حاجات تلوين مش عارف يجب لهم بنك الحظ آه معلش ممكن توضلهم الحاجات دي مع الوجبات وكده يعملوا لهم مثلا حاجات زبادي بالفواك عصاير حاجات كده بسكوتات حاجات كلها كده صحية يبسطوا بيه عشان إيه يعني يغير موضهم شوية طيب حسألت سؤال هو ممكن يكون فني بس مهم جدا ايه اللي موجود على المينيو عشان حنشوف الصور معانا على ايه اللي موجود على المينيو في كل يوم بتعملوا ايه ازاي بتبتدوا اليوم بتحضروا ايه بتطبخوا ايه وبترتبوها ازاي الموضوع بيبتدي يعني من بالليل نبتدي بالليل طيب احنا مين عايزين مثلا 300 واجبة بكرة في المنطقة الفلانية 50 منطقة فلانية 70 أو كده نبتدي نجهز يا جماعة من الستات اللي هتتطوع معانا تبتدي مثلا فلانة تبعاتي انا هعمل 50 فلانة 30 فلانة 20 تمام همشوف على الهواء معاك طبعا ايه حاجة بتكلمية بديشوفها على الهواء افضل يا فني تمام بعدين بقى فيه شفات متطوعين معانا يعني شيف مثلا متبرع لكم بمطبخي يعني شيف مطعم اه شيف مطعم انا بشوف الحاجات هنا يعني التزبيق والترتيب لا 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 يعني شفات نفسهم هم تواصلوا معانا احنا عايزين نتصوّع معاكو بقى ايه نحنا بنوفر لهم الخمات اوكي وهم يشتغلوا يعني بتراحة برضو ابداعوا وكانوا يعني يعني عملوا شغل معانا والحد الوقت عاملوا ده الحد الوقت مستمرين معانا بيطلعوا بال150 واجبة وبالمتين واجبة يعني ما شاء الله طيب محتويات الواجبة الصحية بنسبة لمريض كورونا اللي معكور في البين بتحضروا له ايه احنا طبعا اهم حاجة شربة الخضار شربة الخضار بمكوناتها كلها بطاطس جوزة كوسة جزر الحاجات الايه شربة الخضار ده اساسي بنحاول نعمل روز ويبقى الروز ما نحاولش نعمله مثلا بزيت اسمنا بلدي اه لا بنحاول يبقى healthy على قد ونقدر نيف ناي تمام ونحاول مثلا نعمل خضار سوتين ده الاساسي ابتدينا كمان بقى ننوع الستات التات ايه احنا الناس هتزهق يعني كل يوم بيملوا برضو ولحنة مسلوقة بزبط حقنا في النهار ده ايه زي ما في البيت حقنا في النهار ده اينا عايز اعمل كده انا عايز اعمل كده ايوه اللي هو طب وفراخ مسلوقة او كده ابتدينا ابتدينا مثلا اللي يتحسنوا بالزيت كمان شوية او صحيتهم تبقى احسن ابتدينا مثلا ممكن نعملوا مكرونا بشمال ونحاول نعملها برضو ايه ما تبقاش تقيلة مثلا قوي ابتدت الستات تتقلق بقى يعني مكرونا مش عارفة بالصوص ايه اه فراخ مسلا مشوية المشوي طبعا من الحاجات الهلسي جدا ابتدوا طب نشوي الفراخ طب نعمل كفتة عشان الاطفال تغير ابتدت الستات بقى يعني مسلوق ومشوي اكتر حاجة او ما عاد الرز شوية فيه عشان برضو يعني او الرز برضو مكرونا كده خفيفة كنا بنحاول نعمل برضو خضار خفيف ابتدنا نحاول نقلله شوية برضو عشان ايه الحر دلوقت وكده بنخاف مثلا الاكل على ما يوصل مثلا يبقى ايه في حاجة او كده فابتدنا نحاول نعمل كله اكل يبقى خفيف وهلسي ومشاء الله ستات بقى بتعمل محشي كمان يعني بس لالي الناس القرابة تتعايفة يعني محشي ورا علب ولا محشي كرومب ولا كل ألوان انا شفت كل حاجة احنا جانا على كده طيب هل جاءت تعليقات من الناس المحكورين في البيت انه مثلا يعني عن عن جودة الاكل او النهاردة طبخين كويس يعني عشان تعرفوا مين اللي بيطبخ كويس مين اللي بيقاش بيطبخ كويس لا النهاردة الماكرونة كانت جميلة جدا النهاردة رجزي كان هايل هل جاءت حاجات هي تكون فانية على فكرة انا كان فيه فيه حد بيطبخ حلوة قوي فيه كذا والله سيدة جدا كله مشكره بس فكرة سيدة تصيد بيقيتلي انا اول يوم النهاردة ترجعلي حاسة التزوق انا كنت هزعل اولي والماكرونة دي كلتا وانا فقد حاسة التزوق قايتلي طعمة جدا دي احلى ماكرونة كلتا في حياتي لا ابتدوا يعني السيادات مبسوطين اللحمة تحفة تجنن يعني يعني بجد هم نفسهم يقوموا مبسوطين مش بس اكل واجبة وخلاص لا ابتدوا يحسوا ان الاكلة معمول بحب يعني وصلهم ده في طعم ونكية الاكل طيب هنا هل في حد سمح الله اتصاب من الجروب بتاعكم في كورونا الحمد لله احنا الجروب بتاعنا الحمد لله ملتزم جدا بكل المعيير ملتزمين بكل حاجة حتى لو حس ان حد مثلا من المصابين لا هينزله لا معلش يا فندم انا هسيب لك مثلا الاكل على باب العمارة وبس وحركة تبقى تاخده براحتك لو مش هينفق اطلعك لكن ايه الحمد لله الحمد لله يعني ربنا يكملها وانا على خير يعني كله ملتزم بالتعليمات في فكرة للتوسع ازاي حتعمليها والله لسه الموضوع عشان اخد احنا قراني توسعنا يعني خارج الفيوم مثلا انا مشاه الله في ناس كتيرة شغلة يعني خارج الفيوم لقينا برضو ناس في القاهرة هنا شغالين برضو وناس في المنصورة وناس في المنوفية وناس مش عارفة في أسيوت مشاه الله يعني الموضوع يمكن في الفيوم خد شكل كبير قوي يعني يتوسع يعني يمكن الحمد لله ما بنحاولش كده مريد يقع من ايدينا من غير ما نوصله لكن طبعا لا موجودين ما شاء الله زي ما قلت لك الخير معدي يعني الناس لما بتشوف فكرة حلوة بتقلدها وتبتيت تشجع مش عز اقولك ان في ناس بقى وبيتوسطوا معانا على فكرة انا مثلا ساكن في مثلا ما كان فلاني بعيد فانا هعمل وجبات واعرف كم بيت هوصلها له ابتدي اقوله طب خد بالك خد بالك مثلا ما تعملش كذا البس كده الاكل خد بالك منه تبتغير احنا في ناس متكهرة من اكتوبر هنا عملتنا اكله وجبته لنا الفيون اه يعني دي يعني كتما الحاجات لما شافوا المبادرة بتاعتنا موقف انسانية اه لا 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 طيب هل ممكن نشوف المبادرة دي انه حتى لو انتهت كورونا المبادرة دي يعني تكون مستمرة وتتوسط اكتر بالنسبة للناس اللي هي برضو عينة ما بتقدرش تعمل حاجة في البيت يعني مثلا واحد عنده مثلا مراته عينة هو برا في الشخل مثلا صح او مثلا والدته وهو مثلا يعني مضطر ينزل يعني مش هيقدر يقضي يعني ثمان ساعات عشان يطبخ دي والدته في حالات كتير في المجتمع فهل ممكن نشوف المبادرة دي تتوسع او تفضل موجودة لخدمة الناس دي ان شاء الله يعني هقولك اصلاحنا في طريقنا ده قابلنا ناس كتير قوي مرضى سرطانات وجالهم كورونا وقريدي ما كانوش بيخدموا نفسهم مش عايز اقولك قابلنا ناس حالتها الصحية متدهورة جدا قابلنا برضو ناس امكانياتها المدية بسيطة جدا العائل بتاعها مريض عنده مشاكل في الكلة عنده كذا فيعني قابلنا ناس لا الناس دي هنفضل معاها الناس دي مش محتاجانا بس فترة وكده يمكن ربنا عمل المبادرة دي وعمل الحاجة دي عشان نوصل للناس دي ونبقى يعني نبقى في ظهرهم كده ونفضل معاهم ما يفضلوش كده يعني فربنا يكرم يا رب يا رب طيب عايز اعرف عنوانك على الفيسبوك ايه عشان الناس اتواصل معاكو وممكن فيه متبرعين كتير ممكن عايزين يعني برضو يوصلوا يعني في الانوان على الفيسبوك او البيج الموجود لجروب هل فيه رقم تليفون اي التفاصيل بتاعته او اسمه ايه اللي هيدفل على الجروب بتاعنا اللي هو وجبات صحية لمرضى الكورونا بالعزل المنزلي الفايوم وهيلاقي برضو على فكرة جروب تانية في محافظته يعني بنفس تقريبا الاسم ده فلو دخل بس كده وجبات صحية لمرضى الكورونا بالعزل المنزلي تمام بس هيدخل 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 كل البيانات وهيشوفنا احنا انا يعني مين للمسؤولين انا واحدة صاحبتي اسمها شرين شعيب والدكتورة شايماء برضو صاحبتي احنا تلاتة للمسؤولين عن الموضوع احنا كما من خلال البرنامج هنعمل شير للبيج والجروب ده اخيرة اللي بتشوك ان هي متصابة وعايزين يتواصلوا معاكو او يا متصابة تعمل ايه انا عايزة اقول لهم موضوع مفوش اي احراق تمام لانه كانت فيها سكب تبعتنا كده انا محرجة ابعتلكو لأ ما تتكسفوش ويعني انا كنت دايما بكتب بوستس كده يا جماعة ما تتحرجوش التغذية مهمة جدا 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 في مقاومة المرض ده بالذات المرض ده بيجي بسدة نفسي بيجي بفقدان شهية بفقدان حاسة التزوق فالعيان مبقاش عايز يأكل مهمة جدا جدا التغذية يعني ده كلام ده كترة واستشاريين كتير تغذية ممبر ون اوكي في موضوع العلاج اهم يمكن من العلاج ذات نفسه فما يكسروش ما يتهونوش بالموضوع احنا في ظهركو ومعاكو وهنعدي الازمة دي كلنا على خير ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله يا رب دكتور أنا علاء الروبي صاحبة مبادرة او تبني اللي هي تحالة الكورونا او مصابي الكورونا مرسي جدا لي وجودك معنا النهاردة انا وفصول جدا انه اشوف مبادرات انسانية بالشكل ده في العالم كله وتحديدا في مصر برضو عشان الناس برضو تحس بعمل الخير وشايف هي صارة عدوى للخير ان واحد بيتعدي وهو بيغير وعايز وبيعني مع نفسه مرسي جدا لي وجودك معنا شكرا لحضرتك مشاهدين كرام وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحنبتدي مع بورج الاسد النادي وفقرات اجتماعية منوعة من حياتي مع طارق السعود تابعونا على صفحة البرنامج على الفيسبوك شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء